موسيقى موسيقى الأسادزة والزملاء المحامين الشباب مشكلتهم في المرحلة دي أنهم بيفتقدوا الأستاذ والمعلم فيلزم أنه يعلم نفسه ويثقف نفسه باهتمامه الشديد جدا بقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية لأن بدون قانون المرافعات يستحيل على أي مشتغل بالقانون أن يكون من رجال القانون لأن المرافعات هي المفتاح السحري للتعامل مع المحاكم كيف تتعامل مع القادم كيف تتعامل مع زميلك خصمك كيف تتعامل مع النيابة العامة كيف تتعامل مع الشرطة وأقلام المحضرين كيف ترفع الدعوة وتقيدها الطلبات أثناء نظر الدعوة إيه المعيار القانوني لطلبها ومن حقي ولا مش من حقي أطلب الطلب وإيه هو الطلب اللي أنا أطلبه كل الأسئلة دي إيجابتها موجودة في قانون المرافعات إذن لو افتقدنا قانون المرافعات افتقدنا المحامي تماما بالكلية وإذا أراد المحامي أن يكون محاميا متميزا مستعيدا للمحاما في عصرها الزهبي فليهتم بقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإسبات قانون المرافعات بنعيد فيها وبنقول وده أساس القانون كله لو جات لك منازعة مدنية في نزاع على عقار هتقرى في الحيازة 3-4 مواد لا يتجاوزهم هتقدر تفهمهم وتستوعبهم في ساعة 2 وتقرى عليهم أحكام النقض بتاعتهم يبقى ألمت بالموضوع وتقدر تشتغل فيه إنما قانون المرافعات لازم تكون عارفوا كله من أوله لآخره لأنه مرتبط بلحظة دخولك المحكمة لحد حصولك على حق مرورا بإجراءات التقاضي من الطعن على الأحكام بطرق الطعن المختلفة الطلبات العارضة والتدخل والتدخل الهجومي والتدخل الانضمامي وشط بالدعوة وتجديد الدعوة من الشط بكل هذه الأمور موجودة فيه في قانون المرافعات وبالمثل تماما في القانون الجنائي قانون الإجراءات الجنائية يلزم الإلمان به وفهمه ودراسته دراسة جيدة وقراءة أحكام النقض كثيرة عليه قراءة أحكام النقض في فهم القانون بتفيدني في حكتين إنها بتساعدني في فهم النص ومراد الشارع بتطلعني على التطبيقات القضائية ثم إنها في نفس الوقت بتديني ثقافة قانونية في الألفاظ القانونية التي يجب أن أتعامل بها وأتلفز بها في محراب العدالة بين رجال القضاء وبين الزملاء الألفاظ القانونية والجمل القانونية والمعاني القانونية والصياغ القانونية بنتعلمها من أحكام النقض التي نقرأها ونطلع عليها لفهم قانون الإجراءات أو قانون المرافعات أو أي قانون قانون الإجراءات لما هتلم بيه المام تام عارف سلطة القاضي إيه عارف سلطة عضو النيابة إيه عارف سلطة الشرطة إيه كل دي أمور أنت بتلمي بها من قانون الإجراءات مين اللي يتكلم الأول مين اللي يتكلم الآخر المتهم آخر من يتكلم كل ده هتلاقيه في قانون الإجراءات إزاي تتعامل مع المحكمة هتجده في قانون الإجراءات ثم الجريمة اللي عرضت عليك برضو هتقدر تلمي بها في خلال ساعة أو ساعتين باطلاعك على الجريمة التي لا تتجاوز نص أو نصين يمكن فهمهم بسهولة وبسرعة وتقدر تلمي بأي قضية وتتعامل فيها وتكتب وتترافع شريطة أن تكون ملماً إلماماً تاماً بقانون الإجراءات الجنائية اللي هو بدونه لا تكون محامي ولا ينفع نقول النقاط ونيابة ولا ينفع نقول النقاط كل المشتغلين بالقانون يلزم لهم قانون المرافعات حتى المحضر ملتزم بالجزء الأول من قانون المرافعات اللي هو خاص بالإعلانات ثم الجزء الأخير الخاص بالتنفيذ يلزم أن يلمي به إلماماً كافياً لتطبيق القانون إلمامنا بقانون المرافعات وقانون الإجراءات بيديني قوة في إيه؟ إن أنا بحس إن أنا فعلاً محامي بإن أنا شايف الصورة واضحة جداً وفقاً للقانون حجم كل واحد بيبقى واضح تماماً وفقاً للقانون ثم إن التزام هذه القوانين بيجعل المحامي متميز في فهم القضايا وفي استخراج نقاط البراءة الخاصة بها هذا لا يمنع أن المسألة وقفت على قانون المرافعات والإجراءات لكن هناك زكاء المحامي وحصافته وإلمامه بكل شؤون الحياة عشان يعرف يشتغل في القضية المعروضة عليه هنجيب مثال مثلاً في المسألة زي الخبز الغير مطابق للمواصفات لما يجي حد يعمل محضر عيش غير مطابق للمواصفات ليه غير مطابق؟ لأن الوزن قليل دي مش هتعرف تحلها من القانون ولا من قانون الإجراءات ولا من المرافعات هتعرف تحلها من الواقع كان في أحد القضايا عرضت علي القضية تمسك العيش ثم تم وزنه بعد ساعة في إدارة التمويل فتبين أن الوزن ناقص قدمنا دفاع للمحكمة انتهى بالبراءة بسيط جداً مفاده أن العيش لما بيخرج من الفر بيطلع منه بخار مية هذا ينقصه من الوزن شيل العيش وحطه ونقله وحطه وشيله لحد ما وصل للإدارة بتاعته وقام بوزنه كانت وقعت منه ردة كتير خدت من وزنه المحكمة اقتنعت بهذا المخهز وهذه الوجهة لأن العيش تم وزنه بعد ساعة من تاريخ تحصيله من المخبز واقتنعت بالأمر وقضت بالبراءة إذن إحنا دلوقتي جبنا البراءة لسبب مش سبب قانوني سبب واقعي لازم تلم بالواقع جريمة مرتبطة بموضوع لازم تلم كل تفاصيله وكل جوانبه الفنية جدا حتى تشبه أحد رجالاته حتى تستطيع أن تخرج مخرجا لمن تدافع عنه في دعواء إذن المسألة ليست القانون فقط لكن القانون والواقع والإلمان بطبائع الناس والأعراف والمجرى العادي للأمور في البيئة التي نعيش فيها فهي تختلف من بيئة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر في مشكلة تانية خطيرة جدا بتواجه محامين الشباب إنك أنت بتبقى شاب لسه ومطلوب منك إنك تحضر في قضية وتقف أمام قاضي يسبقك في الخبرة يسبقك في سنين العلم والتخرج يسبقك في المعرفة والسن ومطلوب إنك تقف قدامه وتخليه يكون عقيدة متأثرا بيك صعب جدا إنك تقدر تأثر في قاضي يتميز بكل اللي إحنا قلنا ده مع محامي شاب حديث العهد بالمهن وهنا بيتجلى دور المحامي وقوته لأنه إذا نجح بيبقى رجل قانون غير عادي نعلم جميعا أن القاضي هو مرجح يرجح بين الأدلة وبين مراكز الخصوم ويتلمس مراد الشارع والقانون ويطبقه أما المحامي فهو محلق مرفرف مبدع وهذا واجب واسع عريض يستلزم شخصية غير عادية في العلم وفي المعرفة وفي طبائع الناس وفي أعراف البيئة التي يعيش فيها كل هذا يلزم حتى يكون محاميا جيدا لا تشتكي من أن الطريق صعب في مهنة المحاماة فهي مهنة الأفزاز ومهنة غير عادية ومن ينجح فيها يرى ما لا يراه غيره من المشتغلين بالقانون لكن كل هذا مرتبط بنجاحك وتفوقك يعني في بداياتك لازم تقرأ كويس جدا تلم كويس جدا تبقى شخصية اجتماعية جدا تجامل الناس في ظروفهم وفي حياتهم تكون فرض في المجتمع لا تنعزل ولا تنحسر عن المجتمع وزي ما سبق وضحنا أن القانون مهم جدا لكن وحده لا يكفي وزكاء المحامي وتخريجه للأمور والنزاع المطروح عليه يحكمه ألف باب وألف موضع حسب ما يتسع عقل الأستاذ المحامي القائم بالدعوة وسأعرض في هذا المجال مجال التأثير على القاضي الجنائي أو تكوين عقيدة القاضي فهو أثناء قيامه بتكوين عقيدته يسمع لمرافعات المحامين وهي تؤثر فيهم سلبا أو إيجابا وعقيدة القاضي إذا ما نظرنا لقانون الإجراءات الجنائية سنجدها هي المهيمنة على الدعوة الجنائية فكافة الأدلة تخضع أمام عقيدة القاضي ما يراه هو ما يقضي به ما يطمئن إليه هو ما يقضي به الترجيح بين الشهود لا يسأل عن القاضي لماذا رجحت هذا ورفضت ذاك فهو أمر موضوعي يتعلق بمحكمة الموضوع والعلة فيه أن يكون القاضي الجنائي عقيدته بما يراه وما يطمئن إليه في هذا المجال في قضية هنعرضها هتوضح جدا التخريج اللي هو مرتبط بالحالة وظروف كل دعوة عرضت علينا قضية كانت مهمة من سنوات طويلة بنتين كانوا متهمين بأنهم ارتكبوا جناية سرقة بالإكراه واشتركوا في سرقة شخص أجنبي ذهبوا إلى منزله بالاتفاق معاه وكانوا طالبات في كلية التجارة في السنة الثالثة آنذاك وهذا الرجل كان يبلغ من العمر خمسة وخمسين سنة وكان من دولة عربية صغيرة تعرف عليهم واستضفهم في منزله ثم البنات سرقوا منه موبايل ودولارات وأشياء أخرى من شقته ثم انصرفوا وحطولهم نوم في الشاي صح الراجل بالليل لقى نفسه مسروء الولاد مش موجودين تقدم ببلاغ ضدهم في شرطة السياحة والأداب اهتموا بالبلاغ جدا لأنه كان أستاذ في الجامعة ورجل أجنبي وتم القبض على البنات بعد تحديد شخصيتهم ثم بعد أن أخذت أقوالهم اعترفوا بالواقع اعترافا تفصيليا وأنهم سرقوا الفلوس وسرقوا الموبايل وبعض المتعلقات الأخرى وأنهم حطولهم نوم في الشاي عشان يناموا يسرقوا وكان الاعتراف متطابقا بين الفتاتين أمام الشرطة وأمام النياب أي زميل يطلع على هذه الأضية هيجد الاعتراف متطابق من المتهمتين هيقول الأضية منتهية والاعتراف سيد الأدلة لا الاعتراف مش سيد الأدلة والاعتراف لازم يؤيد بأدلة أخرى وإلا يكونوا ناشزا عن أدلة إثبات الدعوة في هذه الدعوة تبين بعد سؤال البنات أن هذا الرجل تعرف عليهن بغرض العبس بشرفهن وأعراضهن وقد تلمسنا فيه هذا فقررنا أن يسرقوه ولا يمكنوه من أن يأخذ مقربه منهن وعلى هذا كانت المسألة في محكمة الجنايات ماذا نقول هنا بقى نعرض للجريمة والجريمة التي شرع في ارتكابها ذلك المجني عليه الذي جاء يعبس بأعراض بناتنا الفقراء مستغلا فقرهم عارضا عليهم بعض الأموال وبعض الأشياء ملوحا لهم بها للعبس بشرفهن وإخضاعهن لمقاربه الدنيئة ولما أن فشل لجأ إلى الشرطة ثم النيابة ثم القضاء ثم استحضر زميلا محاميا مدعيا بالحق المدني مطالبا بتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة السرقة وضحنا في هذه الحالة للمحكمة أمور البنات واضحة أنهم ارتكبوا جناية سرقة وطبعا فيها ظروف مشددة أنهم أكثر من واحد والمنوم وكذا وظروف مشددة كتير تجعلها جناية هذا الأمر واضح واستوفته الأوراق استفاءا تاما لكن هناك أمرا لم يرد في الأوراق هو مأرب ذلك الرجل المدعي بالحق المدني الذي اعتبر نفسه مجنيا عليه مطالبا بأن نأخذ له حقه هذا جاني هذا مجرم هذا الذي هو يقتص منه وليس هن اقتنعت المحكمة بهذا الدفاع وبهذه الوجهة ونزلت بالعقوبة من جناية إلى جنحة طبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات مستعملة عن حقها في ذلك من قانون العقوبات مستنفذة عن حقها في ذلك وقضت بأن تكون القضية جنحة وقضت بحبسهن ثلاثة أشهر وهن كن محبوسات أربعة أشهر يعني خرجوا في نفس الوقت طب هنا في هذه الحالة التخرج للقضية ما كانش قانون لكن كان روح القانون مين المجرم مين المجن عليه ده المجن عليه نفسه كانت تدفعه إلى هاتين الفتاتين بواعس لا تشرف بواعس دنيئة لا تتناسب مع سنه ولا درجاته العلمية ولا مع رقة حالهم وفقرهم الذي لوح إليهم بأمواله لينال من أعراضه اقتنعت المحكمة بهذا المأخذ ونزلت بالعقوبة من جناية إلى جنحة وقضت بحبسهن ثلاثة أشهر وأخلي سبيلهن فورا دي مسألة تراعى جدا في القانون مفاد الكلام كل ما كان علمك واسع بالقانون وإلمامك بواقع الناس موجود وإحساسك بالدعوة وإخلاصك تأكد أنك هتنجح تأكد أنك هتكسب القضية تأكد أن ربنا لازم هيجيب لك مخرج ينور لك طريقك به نتيجة الاكتهاد والبحث وهتجد تخريجات عجيبة جدا لا ترد لغيرك ربما من شيوخ المحامين ربنا يفتح عليك بحاجات نتيجة اكتهادك وإخلاصك تخرج تخريجات نتعلم نحن منك فيها هذا شرط المحامات إذن خلاصة ما تقدم أن المحامي يهتم مبدئيا بقانون المرافعات وقانون الإجراءات وقانون الإثبات وسنعرض لهذا تفصيلا في أمور وفي حلقات سابقة إن شاء الله ذلك لأن هذه التشريعات وهذه القوانين هي المحامي ذاته يلزم أن يهتم بها اهتماما بالغا ويطقنها إتقانا تاما ثم يلم بأحوال الناس ثم يهتم بهيئته وسمته وألفاظه ومتى يسكت ومتى يتكلم وكيف يسكت وكيف يتكلم وفي خلاصة الأمر إذا أردنا أن نرتب أولويات المحامي فلنبحث عن الأولويات السهلة التي تستطيع أن تقوم بها فورا لتكون شخصيتك هيئتك لازم تكون في أحسن هيئة مهما كان حالك كنت في خير كنت في شر لازم تكون في أحسن هيئة ولا تريانا الناس إلا تجملا نبى بك ظهر أو جفاك خليل لازم تبقى جميل دائما حسن الهيئة لأن اللي جايلك في شغلانة ولا إلى هيئتك ملخبطة طب أنا هصق فيك إزاي هشغلك إزاي لازم أشوفك أنت قادر على إنك تحسن هيئتك ثم بعدها تقودي مش محتاجة مجهود ولا محتاجة وقت الحاجة التانية اللي مهمة جدا مش محتاجة مجهود ولا محتاجة وقت وبتعبر عن شخصيتك وبتخلي الآخرين يفهموك كويس جدا كيف تتكلم ومتى تتكلم وثقافة الصمت عند المحامي مهمة جدا المحامي يتكلم حين يتكلم يجب أن يسمع الجميع ولا يسمع الجميع إلا إذا كان يتكلم كلاما يحتاجه الجميع فالناس لا تصمت إلا لما تحتاج أو تحب أن تسمع هنا يلزم أن يكون المحامي يعرف كيف يتكلم وكيف يسكت ومتى يتكلم ومتى يسكت وماذا يقول دي مسألة في غاية الأهمية ويقدر يكتسبها فورا ثم المرحلة الثالثة الإلمان بالقانون وبكل فروعه وزي ما قلنا وبنكرر جدا وبخاصة المرافعات والإجراءات هي المحامي هي رجل القانون إذا ألمنت بها ستجد نفسك من أهم رجال القانون وسيتأكد لك هذا بعد مطالعتها مطالعة تامة مجرد قراءة هيتضح ليك أهمية اللي أنا قلت هتكتشف أن فيه أمور خطيرة جدا بقت في سلطتك سلطة إيه؟ سلطة علمية؟ سلطة معرفية؟ ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وفخر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء وفي مهنتنا أن طبق علينا قول الشاعر ومن لم يزق مرة التعلم ساعة تجرع زل الجهل طول حياته فأنا بشوف أن أنت تزق مرة التعلم سنة واثنين وثلاثة عشان تعمل مستقبلك وتكون محامل قدير أفضل من أن تتجرع زل الجهل طول حياتك شكرا لكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر